المسألة كما رأيتم في الخطبة السابقة لم تقف عند حدود أهل السنة أو أهل السنة والجماعة هذا المصطلح المركب وبين الشيعة مثلاً أو الشيعة المختلفة كلا المسألة الآن صارت بين أهل السنة أنفسهم لم نفتجرها إنما أعدناها جذعة أعدناها استحييناها من بطون التاريخ أيها الأخوة أشياء تاريخية غبر عليه الزمن نريد أن نستحييها من جديد يلذل لنا أن نعيش معارك الأشاعر والحنابلة من جديد يلا مرة أخرى نلعب هذا الدور على مصرح الحياة كأننا نمثل والدهر جاد نحن نهزل والدهر جاد ليست هذه كما قلت في الخطبة السابقة ليست هذه مشكلتنا الحقيقية ليس هذا الرهان ليس هذا التحدي الرهان والتحدي كيف نصير أمة واحدة ثم على قدم سواء كيف نصير أمة حية عائشة فاعلة تساهم في ركب الحضارة والمدنية مع إخوانها في البشرية والإنسانية وتتوب من ذنوبها المجموعية ذنوب الإقصائية والحصرية والكره والتكفير والتفجير ورفض الحياة ورفض الآخر وتدمير الذات ذنوب مجموعية خطيرة مهلكة وهي تهلك الأمة هي تفعل فيها إهلاكاً كل حين في كل لحظة يهلك من هذه الأمة من لا يعلم عديدهم إلا الله تبارك وتعالى بفعل هذه العقلية وهذا المزاج العجيب الغريب إخواني وأخواتي إذا أردنا أن نستحي هذا التراث بغثه وسمينه بدره وبعره كما يقال وعفوا منكم هذا التراث فيه أشياء كثيرة يمكن أن تساهم مساهمات سلبية في تأزيم واقعنا لكن على قدم سواء هذا التراث أيضاً فيه أشياء كثيرة مضيئة ونيرة يمكن أن تدعم خطابة وعقلية ومزاج التعايش والتسامح والانفتاح بدل الإقصائية والحصرية والانغلاقية والنزعة الاستحواذية أنا أعجب ممن يدعي أنه متدين أو فهم روح الدين ثم هو تسطو به أو مصطوم به من طرف نزعة استحواذية أفهمته وأقنعته لا أدري كيف بطريقة ما من الطرق عنه الأولى بالله والوحيد الممثل لله وللسماء كيف ياخي الله أكبر نحن نؤذن نقول الله أكبر نصلي في كل ركع نقول الله أكبر الله أكبر من كل هذه الأوهام الله أكبر من أن يستحوذ على تمثيله والنطخ باسمه وبوحيه جماعة أو فرقة كيف كيف فهمت هذا ثم إذا ذهبوا يختلفون طبعا لا أحب أن أدخل فيكم في الفنيات وهي كثير ومعقدة جدا جوهر تراثنا هذا الكلامي العقدي الأفراقي جمع فرقة كثير جدا ومعقدة لكن إن شئتم أن تصدقوني فصدقوني فصدقوني المسألة مرهقة جدا 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 وما اختلفوا أيها الإخوة إلا من بعدي ما سولت لهم أنفسهم أن الأصول ليست كافية فهيا نختلف في الفصول تركوا الأصول وأمعنوا خلافا وأوسع بعضهم بعضا سبا وتضليلا وتبديعا وأحيانا تكفيرا وإخراجا من الملة وخلعا للربقة في الأصول أم في الفصول في الفصول تعرفون هذه المسألة أيضا من عويصات المسائل ما هي الأصول وما هي الفصول بعضهم لا يعترف يقول لك الأصول أصول ما في فروع في العقيدة العقيدة كلها أصول كذب هذا كذب فقط لماذا لأن السلف لم يقولوا أصول وفروع في العقيدة قالوا إيمان وكفر لكن هذا الإيمان الذي أجمعوا عليه على أنه إيمان الأجمع وأتحدث عن الإجماع لأن قضية الإجماع أيضا للأسف أحد الألغام المفضوحة المكشوفة التي تفعل فعلها في تثجير هذه الأمة الإجماع يقول لك أجمعوا على كيف أجمعوا وهذا الإجماع ضد فرقة مسلمة موحدة ثانية أي إجماع عن أي إجماع تتحدث أنت صدقوني إجماع الطواف وإجماع المذاهب وإجماع الفرق إجماع جماعتي ثم إذا كشفت عن هذا الإجماع لم تجده إجماعا حتى ضمن الفرقة الواحدة تجد هناك رؤوسا كبارا من حذاقي وأذكيائي وألباء محققيهم يرفضون هذا القول يدعى عليه الإجماع في الفرقة الواحدة وهذا كثير جدا جدا كثير جدا جدا يحتاج هذا الموضوع أن تعقد فيه وتدار عليه رسائل الدكتوراه عشان الأمة تستيقر تعرف حجم الكذب ما أجمل كلام الحج الغزالي على الله مقامه في دار التهاني أبو حامد رحمة الله عليه أبو حامد الغزالي في المستصفى في كتاب الإجماع يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن المبتدع المخالف لا ينعقد بدونه الإجماع في واحد مبتدع أنت تشوفها فرقة مبتدعة وعلى فكرة هم يرونك مبتدعا أيضا لأن الكل يستحوي على ماذا؟ على صفو الدين قولك صفو الدين عندي حقيقة السنة والاتباع عندي جوهر السلفية عندي أنت مبتدع أنت دخيل كل ينظر إلى أخي بهذه النظرة شيء عجيب فالغزالي يقول طيب هذا المبتدع نحن سلمنا أنه مبتدع من منظورنا من زاوياتنا من موقفنا لا بأس لكن لا ينعقد الإجماع بدونه ليه؟ لأن المبتدع إذا لم يكفر لأنه في بدع فعلا تكفر خلص يكفر بهالإنسان المبتدع إذا لم يكفر فماذا؟ فخلافه معتبر ولا بد أن يأتي أيها الإخوة أو أن يؤتى به في قضية الإجماع معتبر طب قصارى ماذا؟ قصارى أنه مجتهد مبتدع فاسق فاسق ببدعته قال لك اجتهاد الفاسق معتبر ولا ينعقد الإجماع بدونه كلام جميل نحن نريد أمثال هذه الإيقاظات هذه اللمع في تراثنا وليس كلام الذين يكذبون على التراث وعلى الأمة أجمعوا وأطبقوا من عند آخرهم على تكفير كذا ماذا الذي أجمع؟ تضحكون علينا لماذا؟ لماذا؟ معانا في تفريقنا معانا في تكريه بعضنا لبعض والله المستعان على ما يصفون وعلى ما يقولون فالتراث فيه هذا وفيه هذا